نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع ودادية المدرسة الوطنية للمهندسين بيسفاقس يوما دراسيا حول مخاطر وحوكمة الصفقات العمومية تناولت خلاله بالبحث والتحليل استفحال ظاهرة الفساد صلبة الصفقات العمومية وما يترتب عليها من مخاطر تمس الفرد والمجموعة يوم دراسي حول مخاطر الصفقات وحوكمة الصفقات وعلى الأساس هذية احنا جينا باش نتكلموا في الموضوع هذية انا وزمينة من هيئة الطلب العمومي اليوم ثم زوز مواذية موضوع الاول يدرجه ضمن اهم مخاطر ومراحل انجاز الصفقات العمومية وكيفية التوقي منها تؤثثها السيدة سعيدة دبابي عن الهيئة العليا للمكافحة الفساد ايضا الموضوع الثاني حوكمة الصفقات العمومية ومكافحة الفساد السيدة ناجات سيسا الحجام عن الهيئة العليا للصفقات العمومية احنا عندنا برشا صفقات نعملوها معنا تقريبا كل عام وتقريبا مؤسسات التكنولوجية والعلمية معنا نصرفه برشا فلوس وثم برشا ماتيريال سيونتيبيك مشريوه يجبنا برشا صفقات وكي نخدمه في الصفقات خاطر كي نحكيه احنا على الفساد الفساد مش معناه الموفيزفاء الفساد ساعة ساعة وهذا الجهل بالقوانين والجهل بالي بروسيدير يخليه يغلط وبعد يجي من جر عليه برشا حواج دونك هذك عليش نحبه احنا نمشيه للوقاية الوقاية قبل ليلاش هذا وقالت المستشارة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سعيد الوسلاتي ان عدد الملفات المقدمة للقضاء تعد بالمئات وان الهيئة اتخذت اجراءات لحماية المبلغين والله بالمئات بالمئات اتنجمة تقول اكثر ما عنديش الرقم قد تقدم بالمئات اذا موجود تقول فيت الالف هي موجود الهيئة تتقبل الدعاوي متاخهم والبلاغات متاخهم وتحاول باش تحميهم اذا طلبوا الحماية واذا كان فما ما يستوجب الحماية وبرشا مبلغين معناها القاو حماية كاملة كذلك عللت الوسلاتي تأخر البت احيانا في بعض القضايا بعدم المام بعض القضاة بكل التفاصيل المقدمة مع صعوبة تناول مواضع الفساد في شتى المجالات القاضي اللي يبدأ في محكمة ادارية ولا يبدأ في محكمة ابتدائية ولا محكمة الناحية ما هوش متشبع برشا بالسفقات العمومية دونك عنده الحق بش يخليها وقت كبير بش يفهمها وبش يلتجير خبراء في الميدان هذا كش النجم نقول لك خطر ما هوش ميدان سهل برشا يجب تتعمق فيه وتفهمه يذكر ان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوق طبيب قال في تصريح اعلامي سابق ان 25% من اجمالي الصفقات العمومية تذهب الى جيوب الفاسدين